رحبت مصر بإعلان المبعوث الأممي لليمان التوصل لتفاق بين الحكومة اليمنية وقوات الحوثي لحل حالة الأزمة اليمنية وذلك في إطار دعم مصر الكامل لكافة الجهود الإقليمية والدولية في هذا الصدد وأوضحت وزارة الحارجية أن مصر أعربت عن تطلعها لأن يكون هذا الاتفاق مقدم على مسار التوصل إلى تسوية شاملة للأزمة اليمنية ما يلبي طموحات الشعب اليمني الشقيق وأكدت مصر أنها ستقوم بمواصلة دراسة فرص تشغيل خط تيرا مباشر بين القاهرة وصنعاء وذلك وفق الاعتبارات والإجراءات ذات الصلة ومنها تلك الفنية واللوجستية